طيب في عندنا سكرينيج تيسور السيكل يعني الاختبارات اللي ممكن تتظهر لنا السيكل في سيكل سولابيليتي تيست دا اول اختبار هانتكلم عليه اهنا بنعمل مكشور أو دا هيمجلوبين اس ان اردوسين سيوشن يعني الدم بتاعنا بنحط عليه مادة ريديوسينج مختزلة بنلاحظ ان لو فيه هيمجلوبين اس بنلاحظ ان اللون بتاع الدم بيتعقر نتيجة الترصب هيمجلوبين اس يعني فيه بيعمل عكارة في الانبوب بينما النورمال اللاحظ ان هو بيدي كلير كالر بيبقى كلير احانا لو حطينا صبعنا ازاي ماتفقتنا قبل كده وورا الانبوبة التي هي النورمال هلاقي صبع يبان بينما لو حطينا صبعنا وورا اه بات Agence في الحالة بتاعتنا على فكرة هنا في دي سيكل تريد او كاليير ولايست في بيبقى في عكارة ممكن ما نشوفها الصبع من ورا الانبوبة اشتركوا في القناة